هل يجوز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب حتى ينتهي جميع المؤذنين من أذان الفجر أو لا بد أن يتقيد بمؤذن واحد جذاركم الله خيرا الأكل والشرب ينتهي بطلوع الفجر قال تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسعود من الفجر إذا كان المؤذنون يتقيدون بطلوع الفجر فإنه لا يأكلوا لا بدأوا بالأذان لأن أذانهم علامة على طلوع الفجر إلا كانوا يؤذنون على التوقيت وعلى طلوع الفجر إما برؤية وإما بعمل بالتقويم المعد لذلك فإذا بدأوا بالأذان لا يأكل لأنه حينئذ مظنة طلوع الفجر أو تحقق طلوع الفجر والاحتياط مطلوب أما إذا كان من المؤذنين من يبكر ويسبق طلوع الفجر فإن العاكل يأكل لأنه لم يطلع الفجر بعد والأذان لا يمنع من الأذان ما دام أنه سابق لطلوع الفجر قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بلي أكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم وكان ابن أم مكتوم رجلا أعماء لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ترجمة نانسي قنقر